نروح للخبر المهم والخبر اللي مصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي وهو منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت واحد وعشرين سنة ما شاء الله عليهم النهاردة فازوا على فرنسا في خامس مباراة في المجموعة خامس مباراة في المجموعة بتفوز عليها بنتيجة اتنين وتلاتين سبعة وعشرين ما شاء الله عليهم يعني فعلا فرنسا أساسا بطلة العالم بطلة آخر نسخة في تحت واحد وعشرين سنة ومصر بتفوز عليها كان حصل تقلق يعني فعلا ما شاء الله تقلق قوي جدا يعني لعب مباراة قوية جدا خمس مباراة لعبنا نيجيريا ولعبنا أستراليا ولعبنا السويد وكمان لعبنا كوريا وفي الآخر لعبنا فرنسا كانت نتائج مصر في المجموعة كالآتي مع أستراليا أربعة واربعين سبعة وعشر ومع نيجيريا سبعة واربعين تلاتين مع السويد اتنين وتلاتين اتنين وعشرين وكوريا تمانية وتلاتين ستة وتلاتين وأخيرا على منتخب فرنسا البطل العالم في النسخة الأخيرة بنتيجة سبعة واتنين وتلاتين عفوا سبعة وعشرين منتخبنا بيضم خمس لعبين هم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وأحمد راضي عمر كستيلو وياسر محمد زي ما ها شايفين يا هي النتائج اللي احنا قلنا لكم قدامنا على الشاشة قايمة منتخب مصري بتضم لازم نقول أسمائهم بصراحة لأنهم أبطال فعلا أول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية أن يلعبوا خمس مباريات في المجموع ونكسب الخمس مباريات حتى بطولة العالم اللي كسبناها في مصر سنة تلاتة وتسعين خسرنا ماتش في الدور الأولاني في أيسلندا في سبعة وتسعين لما طلعنا تالت نفس الكلام يعني في الآخر أول مرة يكون ده إنجاز يتحقق إن شاء الله كلهم منتنا طيبة ليهم بالتوفيق بإذن الله نروح لترتيب المجموعة قبل ونروح للأسماء ترتيب المجموعة مصر بتتصدر المجموعة التانية في طولة العالم لعبنا خمس مباريات فوزنا ما شاء الله بالخمسة لنا مية تمانية وتسعين وعليه مية سبعة وتلاتين عشر نقاط لمصر التاني منتخب على طول السويد خمس مباريات فاسف أربعة وخسر من مصر وليه مية تمانية وستين مية اربعة وعشرين عليه وثمان نقاط وفرنسا في المركز الثالث بخمس مباريات كسب تلاتة وخسر اتنين خسر من السويد وخسر من مصر وليه مية تسع وتسعين هدف وعليه مية ستة وعشرين وليه ستة نقاط كوريا الجنوبية الرابع ونيجيريا الخامس وأستراليا السادس بكده ما شاء الله نبارك لهم لأنهم عندهم مباراة مهمة جدا يوم الأربعة إن شاء الله لسه مع منتخب سربيا نروح لأسماء منتخب مصر والجهاز الفني فعلا لازم وهم مشرفين هناك وكان كابتن طريم حروس معنا في آخر اللقاء وقال إنه هو فعلا عادت فرقيته من زمان جدا على المكسب وعلى روح البطولة إن شاء الله يرجعون لنا بالكاز بإذن الله منتخب مصر بيضم العناصر الآتية عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب حسن وليد وأحمد هشام وحازم ممدوح ومحمد الأزهري عمر سامي، خالد وليد، جلال خرشد، شهاب عبد الله، سيف الدرع، أحمد راضي، محسن رمضان، عمر خالد كستلو، ياسر محمد الجهاز الفني بيضم كابتن طارق محروس المدير الفني كابتن هاني الفخراني المدارب المساعد والدكتورة عمر عصام أخصي العلاج الطبيعي وكابتن محمد سليمان المدير الإداري محل الأداء الفني ورئيس البعثة وعضو مجلس دارة الاتحاد المصري كابتن مصطفى شوقي بكده نقدر نقول أن مصر إن شاء الله تأهلت وتأهلت دور التمانية عشان تقابل منتخب سربيا منتخب سربيا طلع رابع المجموعة الأولى على طول ومصر هتلعب في دور التمانية منتخب سربيا كسب ماتشين بس كسب اليابان 21-19 وكسب أمريكا 36-19 لكن خسرت 3 ماتشات من أسبانيا وسلوفينيا والمنتخب التونسي الشقيق اللي برضو بنبريكلو بنقول له ألف مبروك على وصولك إلى الدور التاني